تمرين رقم 9 عنا N.A بينتمون مجموهات العداد الطبيعية اللي هي N. 42 عاملي يساوي A ضرب 10 أس N أوجد أعلى قيمة لن صغيرة يعني نبدو أعلى قيمة لهذا الأس شو نعمل؟ العشرة منحللها لعواملها الأولية هو 5 و 2 بجيب قسم 42 على العدد الأولي الأكبر فبقول 42 تقسيم 5 42 تقسيم 8 8 تقسيم 5 1 طبعا الباقي ما بيهمنا نحن ناخد هلا نواتج القسمة 8 مع 1 بيطلع معي مجموع يعني 8 زائد 1 ويساوي 9 إذا أعلى قيمة له N هي 9 سؤال رقم 10 عندي N فاصلة A بينتما مجموع أعداد طبيعية 17 عاملي يساوي A ضرب 4 أس N أوجد مجموع سيجما مجموع قيم N المحتملة بالأسئلة الاعتيادية يطلب مننا أعلى قيمة لن هون طالب مجموع كل القيم المحتملة لماذا يطلب أعلى قيمة؟ لأنه ممكن يكون فيه كزا قيمة لأنه هو بده مجموعة يلقيها هون من لاحظ في عندي 4 الأربعة هي 2 أس 2 فبصير معي 17 عاملي يساوي A ضرب 2 أس 2 N الأربعة إذا هي 2 أس 2 أس 2 N يعني 2 أس 2 N بيجي هلا 17 بقسمة على 2 17 تقسيم 2 يعني 8 8 تقسيم 2 يعني 4 4 تقسيم 2 2 و 2 تقسيم 2 1 بيجي بجمع هلا نواتج القسمة بيطلع معي 8 زاد 4 12 و 4 14 و 1 15 إذا أنا هون أعيد لي أعلى قيمة لمين للقس الي هو 2 N القس إذا لاحظ هو مو N هو 2 N يساوي 15 15 بالتالي أعلى قيمة ل N لازم تكون 15 على 2 يعني 7.5 بس هو قال لي أنه N تنتبين مجموعة الأعداد الطبيعية يعني ما بيصير تكون 7.5 لازم تكون يا 7 يا 8 ما بيصير تكون 8 لأنه هي أعلى قيمة 7.5 معنى أعلى قيمة 7 بالتالي القيمة المحتملة ل N من الواحد وصلنا إلى السبعة يعني 1 زاد 2 زاد 3 هيك نعند السبعة هي سلسلة شهيرة 7 ضرب 8 على 2 يعني 7 ضرب 4 يعني 28 السؤال رقم 11 عندي 51 عاملي ناقص 3 يساوي ناقص 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 تسعة تسعة ناقص 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 تسعة لعند السبعة عم يقول لي أنه هي هي N ثانية أو N مرة يعني عندي N تسعة وتلقوا للثلاث الطرف الثانية تعالوا نشوف مثلا إذا أنا جمعت التسعة مع الثلاثة هيطلع معي 0 و 1 يعني 10 أس 1 لأنه عندي تسعة واحدة عفوا مو مو تسعة و إنما سبعة يعني عندي تسعة سبعة فسبعة زائد ثلاثة صفر باليد واحد واحد زائد تسعة صفر باليد واحد يعني بينزل واحد يعني بصير 10 أس 2 طيب إذا كان عندي تسعة تسعة سبعة يعني بجمع ثلاثة فبصير صفر باليد واحد صفر باليد واحد صفر باليد واحد إذا منلاحظ أنه أنا عندي تسعتين بس عندي ثلاثة صفار عندي N تسعة معناته بصير واحد صفر 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 هيك صفر ليش من من أجل الصفر وقت نقلت الناقص ثلاثة للطرف الثاني حاجمعها مع السبعة فحيصيه صفر باليد واحد صفر باليد واحد عندي أنا N صفر N صفر من N تسعة وفي عندي صفر زيادة إجا من السبعة زائد ثلاثة معناته صار عنا هذا 51 وليس خمسة 51 عاملي يساوي 10 أس إن زائد واحد هلا أنا عندي N تسعة لاحظ وقت يكون عندي تسعة واحدة معناته أنا عندي صفرين يعني عدد التسعة زائد واحد وقت يكون عندي تسعتين معناته أنا عندي ثلاثة صفر فأنا عندي N تسعة معناته عندي N زائد واحد ليش الصفر اللي زيادة من وين إجا من السبعة زائد ثلاثة هلا بيجي 51 طبعا بقسم 10 على 5 و2 بقسم 51 على 5 51 تقسيم 5 10 10 تقسيم 5 2 2 ما بتقبل قسمة على 5 بجمع هلا 10 مع 2 فبيطلع عندي طبعا هو شو بده هو بده قيمة ال N بالتالي N تساوي 10 زائد 2 يعني 12 بس هي مو قيمة ال N هي قيمة ال N زائد واحد قيمة هذا القس هي 12 معناته ال N تساوي 11 وليس 12 ليش لأنه أنا عندي N زائد واحد صفر يعني عدد الأصفار هو N زائد واحد عدد التسعات N بس عدد الأصفار هو عدد التسعات زائد واحد لذلك صار عدد الأصفار N زائد واحد بالتالي طبعا معي N زائد واحد وصار 12 يعني N قيمته 11 سؤال رقم 12 سؤال رقم 12 عندي A فاصلة B فاصلة C بينتموا لمجموعة العداد الطبيعية اللي هي N 35 عاملي على 5 أس A ضرب 7 أس B يساوي C أوجد أعلى قيمة A زائد B شو ها عمل أول حاجة بالخمسة A والسبعة B اضربهم بصيفة C معنا 35 عاملي يساوي C ضرب 5 أس A ضرب 7 أس B هلا بالتماليل الاعتيادية بالعادة بيكون في عندي رقم واحد وبقسم على العامل الأولي الأكبر له هلا هون عندي أنا أسين مو أس واحد إذن عندي أسين فمرة بقسم على خمسة بيطلع معي ماكس ومرة بقسم على سبعة بيطلع معي ماكس فإذا 35 أول مرة سأقسم على خمسة 35 تقسيم خمسة سبعة سبعة تقسيم خمسة واحد فبالتالي ماكس يساوي سبعة زائد واحد يعني هلا لازم احسب ماكس البي شلون باني اجي يقسم 35 تقسيم سبعة يعني خمسة الخمسة لا تقسيم خمسة لا تقسيم خمسة أو أصغر من السبعة فبالتالي إذا ما عندي غير ناتج قسمة واحدة اللي هو الخمسة لذلك ماكس البي بها الحالة يساوي خمسة هو بده ماكس ا زائد بي يعني ماكس باخد أعلى قيمة لأي وأعلى قيمة لأي أعلى قيمة لأي طلعت معاني ثمانية وأعلى قيمة لأي طلعت معاني خمسة ثمانية زائد خمسة بي طلعت معاني ثلاثة عشر السؤال رقم ثلاثة عشر عندي أربعين عاملي ناقص مية وثلاثة وعشرين يساوي ناط 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 اي بي سي أوجد قيمة ا زائد ب زائد سي شو ها أعمل أنا؟ هنقل الواحد اثنين ثلاثة للطرف التالي تمام؟ يفترض أن يطلع معي أنا عدد أصفار ليش؟ لأن الأربعين دائما ناخد قاعدة انه بعد الأربع عاملي يعني من الخمسة عاملي وطلوع أول خانة دائما صفر إذا أول خانة دائما صفر فإذا كان عندي أربعين عاملي معناته أول كذا خانة سفار فبستنتج إنه انقل للطرف التالي الواحد اثنين ثلاثة فهيصير معي أربعين عاملي يساوي يعني هون كله مقطنات مقطنات اخر شي اي بي سي وهون عندي بجمع لها الواحد اثنين ثلاثة فلازم يطلع معي سفار 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 وأرقام بعدين ما بتهمني إذن لازم أعرف أنه أول ثلاث خانات حتكون عندي صفار لذلك السي زائد ثلاثة عم يعطيني صفر معناته السي سبعة عفوا موهون السي سبعة سبعة زائد ثلاثة بيعطينا عشره باليد واحد البي زائد اثنين مع واحد بيعطيني صفر وباليد واحد أكيد حيكون لذلك البي بهالحالة يفترض تكون أيضا سبعة لأنه سبعة زائد ثلاثة تسعة واحد صفر باليد واحد هلأ بهالحالة الأي لازم تكون ثمانية فبستنتج أنه الأي قيمتها ثمانية والب قيمتها سبعة والسي قيمتها أيضا سبعة ثمانية وسبعة خمسة عشر وسبعة فالجواب 22 إذن لازم نعرف نحن أنه دائما من الخمسة عاملي بيعطينا مثلا مية وعشرين ستة عاملي بيعطينا سبعمية وعشرين سبعة عاملي وهكذا إذن الأربعين عامل ستعطيني كثير أصفار بالبداية لأنه عندي بقلب الأربعين في عندي 40 ضرب 30 ضرب 20 ضرب 10 هذو كلهم عم يعطوني أصفار بالبداية موجودين على الطريق هي 40 ضرب 39 ضرب 38 هيك عند 30 بعدين 29 ضرب 28 هيك عند العشرين بعدين 19 ضرب 18 لعند العشرة لاحظوا أنه في عندي كزا صفار على الطريق معنات هيطلع معي على الأقل أول 3 خانات أصفار والباقي ما بهمني فأنا بهمني بس 3 خانات الأي بي سي زائد 1 ثلاثة اثنين أو 1 ثلاثة يعني 123 هيعطيني أصفار وهون ما بهمني شون النهاية فبالتالي بستنتج أنه قيمة السي سبعة والبي سبعة والأي ماني السؤال الرقم 14 عندي A يساوي 0 عاملي زائد 1 عاملي زائد 2 عاملي وصولا عند الـ 29 عاملي بده يعني احسب له باقي القسمة A على الستة يساوي هتش باقي قسمة A على الستة يعني أنا بباقي القسمة نشوف هذا الحكي ببحث التابع القسمة بشوف كل حد لحاله بيجي بشوفه الصفر عاملي هي واحد واحد باقي قسمتها على ستة واحد لما يكون العدد أصغر من المقصوم عليه إذا المقصوم أصغر من المقصوم عليه فبيكون الباقي هو نفسه المقصوم يعني واحد تقسيم ستة الباقي بيكون واحد الواحد عاملي هاي كمان واحد فبالتالي الباقي لازم يكون واحد الاثنين عاملي اثنين تقسيم ستة أصغر من الستة فالباقي اثنين بعدين الثلاثة عاملي هي ستة باقي قسمتها على ستة صفر أربعة عاملي هي 24 باقي قسمتها على ستة صفر خمسة عاملي فيه بقلبها ستة فباقي قسمتها صفر وهكذا كلهم إذا باقي قسمتهم على ستة حيكونوا عنا صفر لذلك ايه تقسيم ستة الباقي بيكون واحد زائد واحد زائد اثنين يعني جواب أربعة أربعة السؤال رقم 15 عندي N فاصلة A ينتمون مجموعة العداد الطبيعية 12 عاملي زائد 19 عاملي يساوي A ضرب عشرة أز N بدي يعني أوجد أعلى قيمة ل N شو بعمل تقسيم يساوي الثناش عاملي تظل على حالة تساطعش عاملي هي تساطعش ضرب 18 ضرب 17 هيك عند الثناش و يضع عاملي هطلع ال 12 عاملي عامل مشترك طبعا هذا الحك يساوي A ضرب 10 أوس N هطلع ال 12 عاملي عامل مشترك بسين عندي 1 زائد 19 ضرب 18 ضرب 17 هيك لعند ال 13 يساوي A ضرب 10 أوس N منلاحظ انه هاد حيطلع معين عدد بدايته صفر لانه في عنا مثلا 14 ضرب 15 هيطلع معي اذا هون عدد بدايته صفر اذا 1 وصفر يعني يقبل القسمة على 2 أو 5 لكن عم ضفله 1 طالما ضفت العدد يقبل القسمة على 2 أو 5 1 فبيبطل يقبل القسمة على 5 اذا هاد لا يقبل القسمة القسمة على 10 لا يقبل ليش؟ لانه بأحده واحد يعني 21 لا تقبل القسمة على 10 31، 121، ألف واحد كل هدول الأرقام اللي بيبدايتهم أو أحدهم واحد الاعداد يعني اللي بيبدايتهم واحد لا يقبل القسمة على 10 لذلك أنا صار تعاملي مع مين؟ مع ال 12 عاملي فال 12 عاملي بيجي بدي خلص هذا بهمله وال 12 عاملي يساوي A ضرب 10 أوس N الآن العشرة عاملي بساويه 5 ضرب 2 وبيجي بقسم ال 12 على 5 اللي هو العدد الأولي أو العامل الأولي الأكبر للعشرة 12 تقسيم 5 2 بس ما بكمل القسمة على 5 لذلك أعلى قيمة لن هو بده أعلى قيمة لن تطلع معي ناتج القسم الوحيد اللي يطلع معي اللي هو 2 السؤال رقم 16 عندي N فاصلة A بيجيب من مجموعة العداد الطبيعية N 33 عاملي زائد 34 عاملي يساوي A ضرب 10 أوس N أوجد أعلى قيمة لن شو بعمل 34 حساويه 33 بخليها حالة 34 عاملي حساوي 34 ضرب 33 عاملي يساوي A ضرب 10 أوس N حطلها 33 عاملي عامل مشترك فبصين عندي 1 زائد 34 يعني 35 يساوي A ضرب 10 أوس N شو بعمل هلا؟ فبجي 33 بقسمة على العامل الأكبر اللي هو 5 للعشرة العشرة هي 5 ضرب 2 فال33 حقسمة على 5 33 تأسيم 5 6 6 تأسيم 5 1 فيفترض يطلع معي أنا ماكس الـ هو 6 زائد 1 يعني 7 بس لازم ننتبه أنه 35 هي 7 ضرب 5 يعني فيها 5 زيادة إذا في 5 زيادة موجودة بقلب 35 لو كانت 35 مثلاً لو كانت 34 لا تقبل قسمة على 5 فخلص الناتج 7 لكن هاي فيها 5 لذلك لازم ضيف 5 زيادة للناتج فبيطلع معي ماكس هو معني ماكس هو معني